مرحبا والله يسعد اوقاتكم بكل الخير ان شاء الله تكونوا دائما بصحة وعافية باذن الله اسمحولي قبل ما ابدا بفيديو اليوم اني خبركن انا كتير بكون سعيدة جد لما بتوصلني اسئلتكن واستفساراتكن بخصوص اي نبتة عنا ياها وفيها مش كلمة ومنوصل لحل ومنتبادل المعلومات والحالة حالة النبات اللي عنا وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا فانا كتير بكون سعيدة ومبسوطة انه قدرنا نوصل نبتتنا للوضع الصحي السليم اللي لازم تكون عليه خلينا اليوم بدنا نحكي عن اكتر الطرق الشائعة اللي عم تقتل نبتة الوركيد هنحكي عن الوركيد اليوم انا حددت او خليني نقول اني جزقت اكتر عشر طرق شيوعا نحن بدون ما ننتبه له عم نقدي لانه نقتل نبتتنا اول شي الري سبق انا وقلت بفيديو ومفصل عن هيدا الموضوع اليوم بدي اسكروا لاني هايدي اول سبب واهم سبب الري النبتة النبتة نبتتنا الوركيد قلنا انه هي من النباتات الحساسة واللي بتختنق بسهولة بالمي الوسط الغير مناسب عم يقتلع ونحن ما عم ننتبه على هيدا الشي ركزوا رجاءا على هالنقطة لانه المي تبقى وسيط مثالي للفطريات والبكتيريا فهي من اهم الاسباب والمسببات للامراض اللي عم بتصيب الوركيد خلينا ننتبه على هالنقطة ونركز علي كتير انا بعيد وبكرر نقطة اساسية جدا جدا النقطة التانية كمان مهمة مثل الاولى انه بدنا نكون حريصين على انه ما نترك مي براس النبتة براس النبتة اذا تكررت وبقيت لفترة طويلة المي حيتعفن الراس وهون منطقة حساسة وحساسة للغاية فتكرار انه المي تبقى هون وتتوغل تدخل بعمق القمة هون خلينا نسميها وتوصل للجزء هيدا الشي بيقدي لانه يتعفن الراس وهي المنطقة هي مكان لا ينتج لنا اوراق جديدة وينتج نموات جديدة فهون بدنا ننتبه على النقطة هايدي تحديدا انه ما توصل لمرحلة التعفن لازم دائما يكون المكان ناشف دائما لازم نزيل المي تبهوا كمان على هالنقطة النقطة التالتة الشمس نبتتنا الاوركيد سبقوا قلت انه هي نبات استوائي بالغابات الاستوائية الممضرة فهي ما بده شمس ابدا وما بتتحمل درجات حرارة عالية درجات الحرارة المرتفعة ومع الشمس اشارة الشمس المباشرة بتخلي الورقة انه تتلف تصاب بالتلف فهي خلينا نعرف انه تحتاج ضوء ساطع للي بتقلي مثلا بتسألني انا ما عم تعطيني نموات جديدة ما عم تطرح ساق جديدة ببراعم يعني ما في براعم ما في نموات لانه بده ضوء ساطع كتير هيدا عامل مهم لحتى النبتة تنتج وتعطي من جديد اما اذا صابت تلف من الشمس فهي تتعافع نعم ولكن بدنا ننتبه انه بده شوية صبر لحتى نستعيدها من جديد ولكن بدنا ننتبه انه بشكل بطيء فبد يكون عنا صبر لحتى توصل لمرحلة انه تستعيد نفسها تتعافع من اول وجديد الامر الرابع او النقطة الرابعة الجفاف خلينا نقول انه مرة بالاسبوع منسقية ممكن مرة بالاسبوعين وممكن مرة بالعشر تيام ما في وقت محدد للري نبتتك الخاصة فيكي انتي بتحددي حسب البيئة المحيطة الجو المحيط بالنبتة قدي مدى البرودة قدي مدى درجة الحرارة وعلى اساسها بيكون الري فهي ما بده تكون جافة ما توصل لمرحلة انه جافة كتير ولا تظل غرقانة بالمي وغرقانة برتوبة فوق المستوى اللي هي بيلزم لها ننتبه كمان على هاي النقطة فريا حسب الجو اللي محيط فيها الجو اللي محيط بيه النبتتك الخاصة فيكي اللي هي عندك انتي ادرا يعني انا كتير عم بنسيل هيدا السؤال انا ما بعرف حددلك ببقدر حددلك ادي مرات الري انتي بتحددي بنرجع منقول الجو المحيط بالنبتة مكان اللي هي موجودة فيه فيه نقطة كمان نقطة الخامسة نقطة اساسية وهي التسميد لازم نسمد بطريقة امنة لانه اذا طلعنا عن الحد اللي محدد عيار الاسميد التسميد للنبتة بدنا نحرقها بهي الحالة فنحنا بناخد متيجة عكسية وهيدا الشي طبعا نحنا اكيد ما بدنا نتحاول نبعد عنه فهمنا نتبع الملسق اللي موجود على العلبة ادي عيار التسميد حتى تكون طريقتنا آمنة مية بالمية ومنسبب بانه نحرق النبتة من وراء تسميدها تبه ادي المقدار ادي العيار النقطة السادسة هي لما بيكون فيه نموات جديدة لن نبتة سألوني هيدا السؤال احد الاخوات قالتلي انا عندي نبتة مطلعة شو اعمل لها فيه نمو جديد فيه تكاثر يعني خلينا نسمي خلينا انه ما نفصلها عنا خليها تظلها موجودة لانه هي عم تتغزى من الام عم تاخد غزاها وطاقطة ورتوبتها من الام النبتة الاساسية الام فخليها لا توصل لمرحلة انه هي النمو كامل يعني وركيدة كاملة بوراقة بجزورة وبعدين منفصلها عن الام ومن عاملة مثل حال النبتة العادية ولكن ما نفصلها وهي بعدها بأولة انا ما بفضل هيدا الشيء خليها تاخد حدها وتاخد غزاها الكامل من النبتة الام النقطة السابعة هي الأوراق الأوراق أوراق النبتة لازم دائما نحافظ عليهم صحيين بدون ما يكونوا مقطعين نبتة الأوركيد بتعتمد على أوراقها وجزورة هلأ هنحكي بالجزور خلينا بالأوراق لتكون نبتة صحية لازم تكون أوراقها سليمة فنحاول انه منقزيهم دائما نبعدهم أحيانا الأطفال بيكون أحيانا بيكون في حيوان أليف بالبيت قطة كلب كذا خلينا نبعدان ولحتى تبقى أوراقها سليمة وصحية الجزور بدنا ننتبه هاي النقطة التامنة الجزور لما نعمل لهم تقليم إذا الأدات مانا معقمة ممكن هيدا الشي يترك جرح مفتوح وهيدا الشي بيسبب إنه كل أنواع الأمراض مثببات الأمراض من البكتيريا من فيروسات تدخل للنبتة من خلال الجرح لما عم منقطع الجزور تقطيع الجزور ممكن يسبب مثل ما عمل لكم جرح مفتوح بدخل فيه كل مسببات الأمراض هيدا الشي بدنا نتلافع بإنه تكون أداتنا معاقمة وقلنا الأدات المعاقمة إما نمسحها بعصر عصرة ليمونة أو بالكحول أو ممكن بلهب نار نحط علي الداحة أو شي إنه الحرارة النار تقتل أي جراسيم بتكون موجودة فنركز على إنه أداتنا تكون معاقمة النقطة التاسعة اللي هي الحرارة ما تتجاوز حد عالي يعني هي الحرارة أو الدرجة المثالية لنبتتنا الأوركيد ما بين 15 لل 25 ننتبه يعني يعني بتقلي أنا الظهور عندي دبلت دبلت بسرعة هلأ غير إنه أسباب ممكن من الجزور أو التيارات هواقية هاي مننا بعدها عنا مثل ما إلنا الشمس إلى آخره لا ممكن الحرارة العالية بتخلي الظهور تبقى بشكلها مو صحي يعني فنتبه على إنه شو الحرارة المثالية بنحافظ عليها لحتى تعطينا نبتة صحية بزهور صحيحة كمان آخر شي واللي بحب قولوا إنه ما نتجاهل نلقي دائما نظرة على نبتتنا كل يوم كل يومين أنا ما بقدر فوت إني ما طلطل علي أبدا لأنه لأنه هيدا الشي بخلينا إنه نمنع أي شي إنه سي يوصل للنبتة ونبقى من خلال انتباهنا علي نتدارك إذا هي فيا شي أي سبب أي مكان إنه نتلافع من البداية نلحق خلينا نقول إذا فيا شي أصعب أو كذا كتير أسباب يعني من اللي إذكرناهم أو من اللي إذكرناهم بالفيديوهات القبل فنحن لما نلخي علي نظرة من نتدارك إنه ما توصل لمرحلة تصير صعب إنه نعالج لا إنه من البداية لا ما تتجاهلوا هيدا الشي إلقوا نظرات علي دائما بين وقت والتاني هيدا الشي ضروري إن شاء الله تكون أخدنا معلومات كافية ووافية بحيث يعني النبتة اللي عندك أنت بتكوني طبيبتها أنت بتصير تعرفي لها شو فيها وليهك عم بيصير فيها من خلال ناخد المعلومات هيدا الصحيحة ونتابع الظروف اللي محيطة فيها والبيئة المحيطة فيها فبتصيري أنت تعرفي لها ليه هيك صارت لأنه درجة حرارة عالية ليش هيك صارت لأنه وقت تميز زيادة ليه لأنه الشمس لأنه كذا هيدا الأمور كلها بتصيري أنت طبيبة نفسك طبيبة نفسك للنبت اللي عندك يعني بشوف كون على خير إن شاء الله بصحة وسلام وبأمان الله اشتركوا في القناة